في اتار مواصلة الجهود الامنية لتصدي لكافة الجرائم التموينية فقد اصفر الجهود الادارة العامة لشغطة التموين والتجارة بالتنسك مع فرعيها الجغرافية بمدريات الامن وقطاع الامن العام عن ضبط 260 طن اقماح و40 طن ضقيق مجهولة المصدر عليها علامات تجارية وهمية قام مسؤول مطحن ضقيق بدون ترخيص بالجيزة بتخزينها لحجبها عن التداول بالاسواق لتحقيق ارباح غير مشروعة كما تمكنت الادارة من ضبط قرابة 57 طن مواد غذائية متنوعة قام مسؤول عدد من مخازن ومحلات سلع غذائية بالجيزة والقاهرة بتجمعها لحجبها عن التداول بالاسواق لرفع اسعارها وبايعها بالسوق السوداء وضبط 15 طن سكر مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بازيد من السعر المتداول وضبط 10 طن مقارونة قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية بتخزينها لحجبها عن التداول لرفع اسعارها وبيعها بالسوق السوداء ونجحت الادارة في ضبط 117 طن ونصف الطن حديد واسمنت غير معلن عن اسعارها بحوزة مالك سلاسة مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية بهدف بيعها بازيد من السعر المتداول وعلى صعيد التصادي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الادارة من ضبط اكثر من 20 طن لحم ودواج ومصنعتها غير صالحة للاستهلاك الادمي بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة وانتاج السلع الغذائية بالشرقية ومالك مفرمة بدون ترخيص بالقاهرة كما نجحت في ضبط 10 اطنان بلح غير صالحة للاستهلاك الادمي بحوزة مسؤول مصنع لانتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية وضبط قرابة 18 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي بحوزة مالك مخزة لتعبئة السلع الغذائية بالشرقية تمهيدا لترحيها للبيع والتداول بالأسواق كما نجحت الإدارة في ضبط 15 طن أسمدة زراعية غير مولا عن أسعارها بحوزة المسؤول عن محل للتجارة الأسمدة الزراعية بالموفية قام بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وضبط 18 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق خلال حملات شنتها الإدارة بنتاق محافظة مولوفية وضبط قرابة 37 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني والداجني خلال حملات شنتها الإدارة بقنى والشرقية هذا وتتواصل الجهود الأمنية لتصدي لكافة أشكال الجريمة لا سيما القرائم التنمونية بكافة صورها